موسيقى الثالثة بتوقيت الجزائر أهلا بكم إلى هذا المجاز الإخباري في المستهل أعلنت حركة حماس فجر الخميس الاتفاق على تمديد الهدنة مع الاحتلال الصهيوني ليوم إضافي لتكمل الهدنة أسبوعها الأول بدورها أكدت الخارجية والقطرية تمديد الهدنة في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى صباح غد الجمعة مفيدة باستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنذ صباح الجمعة الماضية بدأت هدنة إنسانية مؤقتة في غزة بمجابي اتفاق بين الجانبين تم توصل إليها بوسطة قطرية مصرية يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيليين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر نشرت كتائب القسام وصري القدس مشاهدة لتسليم مقاتليها الدفعة السادسة من المحتجزين الصهيوني في قطاع غزة ضمن الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تبادل الأسرى الفلسطينيين في سجون واقجزين يش亡ون نشرت كتائب اعبد قتالاح مايوووو Dag ترجمة نانسي قنقر 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 وصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس إلى ولاية تندوف جنوب البلاد وتندرج زيارة رئيس تبون في إطار زيارة عمل وتفقد موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة